وينضم إلينا الآن الزميل عصام عباري من مدينة الدار البيضاء وتحديدا من ساحة محمد الخامس التي تعرف انتشار الحمام وتستقطب الكثير من الزوار والسياح هذه الساحة تم تغيير مكانها وللتعرف على وقعها الجديد نتابع مراسلة الزميل عصام من عين المكان عصام الكلمة لك تفضل تحية لكم مشاهدينا من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من ساحة الحمام أو ساحة محمد الخامس ولكن جديدة لأن القديمة تشيد فيها الآن المصرح الكبير للدار البيضاء نحاول نقوم بها الجولة باش نتعرفوا على رأي ديال الساكنة البيضوية بهذا التغيير هذا خصوصا غنحاولوا نركزوا على المصورين اللي مرتبطين بهذا الساحة هذه واللي سنوات بناكم تبقوا معنا في الجولة ديالنا موسيقى سيدي شاهدناكم جيدا كفريق وشاهدناكم في ساحة الحمام من عفوة شنو المناسبة؟ كنا لعبنا واحد مقابلة في هذه المسيرة ورجنا وربحنا وانتصرنا واجنا دورة شرفية ووريت الوليدات الحمام ووريت الموت الساحة لأنها في الأول كانت قديمة موسيقى 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 الوالد باش يلعب كيف الوليدات السلام عليكم إلا سؤولتك سيدي اش حال من العام وتخدام مرتبط بهذه الساحة الحمام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أخدم في الساحة الحمام من ها الدرم والا مصطفى بالعربي شيء ربعين عام هادي وانا هنا كان أخدم فيه إلا سؤولتك اليوم الساحة القديمة ما بين الساحة القديمة والساحة الجديدة شنو تغيير؟ الساحة القديمة كنا كانوا نخدم فيه 17 قراب وقدامين بيخروعوا على خير مزيانة مرزاقة كانت زوينة وهذه تهياء زوينة ولكن الخدمة احنا ها بقىش عندنا الخدمة الخدمة عيانة هادي يعني فيها التسعة بزيزا ولكن الخدمة احنا ما بقىش عندنا راق ما إما اختك دباشي شي ممنوا شي ممنوا يتعاون معاك الله هي ما تدعشك ومن المجلب الله هات الساحة كان خدموا معاهم ما تدعشك يعني الساحة القديمة بالنسبة لينا في الخدمة مزيانة بجهة الخدمة أحسن عندي ربعين عام في هذه المحل هذه الخصة القديمة عندي ربعين عام عاجينا لهذه الخصة هذه الجديدة هي حق المزيانة ماشي ما مزياناش فيها منادلتاية وفيها السياح وفيها بزاف الحويج ولكن كان واحد شو ذي الفرق كان الفرق كتير بين هي وبيننا اللي كانت فيها شي حاجة عاطية للسياح وبزاف المسائل وهنا عتاني عنده دوخور هنا عصرين كانت مسائل كانت مسائل خراب ذاك الجليج ديارها كان جليج ديال الصناعة التقليدية وكان فيها منادير هنا تصيني مسائل خراب مسائل عادية هنا خصة هذه ستسمع عادية وما ماشي في عنده شي حاجة وما عنده شي ذكرية الله بدأت من اللي بدأت دابرة ما زال الناس ما زال ما ولفواش وما زال ما ما معتواش واحد القيمة بحلي كانت عنده في الافتتاح كان معكم عصام العباري من ساحة الحمام اشتركوا في القناة